وحول هذا الاتفاق معي من القدس مراسلنا نضال كنعنا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة طبعا نضال سأبدأ معك الاتفاق قالت عنها الحكومة الإسرائيلية بأنه تاريخي الحكومة اللبنانية قالت بأنه مرضي كيف تبدو إلى الآن تفاعلاته مع حديث يعني المعارضة الإسرائيلية الذي كان سلبيا للغاية بالأمس بعد الإعلان عنه نعم بالفعل ماجد أولا يعني هناك تقريبا إجماع أغلبية كبيرة في الشارع الإسرائيلي وأيضا في السياسة الإسرائيلية مع هذا الاتفاق على أساس أنه مصلحة إسرائيلية اقتصادية وأمنية وأيضا هو مصلحة أمريكية ومصلحة لكل العالم الآن الذي يبحث عن أي مصدر جديد للغاز ويريد الاستقرار هنا في منطقة شرقي المتوسط عموما الآن يعني من غير المفترض أن تكون هناك مشكلة لدى الحكومة الإسرائيلية في إقرار هذا الاتفاق سيتم إقراره الآن في المجلس الوزاري المصغر الكابينيت ومن ثم في الحكومة قبل قليل أيضا محكمة العدل العليا الإسرائيلية رفضت التماسين ضد هذا الاتفاق وقالت بأنه من المبكر أن تتعامل مع هذا الاتفاق خاصة وأن الحكومة قالت أن إقرار الاتفاق اليوم أمام الحكومة ليست نهاية عملية الإقرار بل هي البداية وبأنه سيعرض على البرلمان من أجل الاطلاع عليه ومن ثم ستصوت الحكومة عليه مرة أخرى بعد اطلاع البرلمان بعد أسبوعين على العموم أيضا هناك أصوات في الليكود وإن لم تكن عالية ضد الحملة التي يقودها نتنياهو ضد الاتفاق كما تجند أجانب الأمريكي لمواجهة نتنياهو الذي يعارض هذا الاتفاق السفير الأمريكي في إسرائيل قال بأن ما يقوله نتنياهو هو ببساطة ادعاءات تافهة كما قال السفير الأمريكي وأيضا هناك رسالة الضمانات الأمريكية التي تأتي دعما لموقف الحكومة الإسرائيلية ضد نتنياهو طيب نضال دعني أنتقل إلى دارين الحلوة دارين لا أدري إذا كان الوضع مشابها هناك في لبنان بالأمس تمعنا طبعا حديث حتى لأكثر الجهات المعادية للجانب الإسرائيلي وهي حزب الله كان هناك ترحيب بهذا الاتفاق كيف يبدو إلى الآن هل ممكن أن يمضي ولماذا وصف بالمرضي يعني ما الأمر الذي يعتبر مرحبا من الجوانب التي لم ترضي لا الرئاسة ولا الحكومة في هذه الأثناء نعم طبعا بخلاف المشهد في إسرائيل هناك إجماع على أو شبه إجماع على اعتبار ما حصل بأنه مفيد للبنان ومرضي كما وصفته الرئاسة اللبنانية لأن حاجة لبنان لأي ثروات طبيعية يمكن أن تحمل إليها الأموال والأرباح في هذه اللحظة أمر مهم جدا خصوصا إن كان في وضع مثل الوضع الذي يعاني منه رئيس الجمهورية والذي يحتاج وهو على بعد أيام من مغادرته القصر الجمهوري إلى أي إنجاز يسجل على أنه قد تم في عهده طبعا ترسيم الحدود والبدء بالتنقيب واستخراج النفط أو الغاز هو إنجاز تاريخي بالنسبة لميشيل عون وطياره السياسي ويمكن أن يستثمر طبعا في الحملات السياسية الداخلية لبنان بات في مرحلة ما بعد الموافقة على الاقتراح إذا جاز التعبير لأن شركة توتال التي ستتولى عمليات التنقيب في حق القانة كانت لديها لقاءات أمس مع مسؤولين اللبنانيين وطبعا في مقدمهم رئيس حكومة تصريف العمل ناجي ميقاتي الذي أبلغها بضرورة المباشرة في أعمالها طبعا موضوع استخدام مصطلح مرضية يعود لكون لبنان كان في بداية المفاوضات غير المباشرة قد طلب بالخط 29 اليوم الموافقة على خط 23 تعتبر في بعض المجالات والأروقة السياسية بأنها تراجع عن الخط 29 وبالتالي يكون لبنان قدم تنازلات كبيرة لذلك اعتبرته الرئاسة مرضية من بيروت مراصلتنا الدارين الحلوة ومن القدس مراصلنا النضال كناعنا شكرا جزيلا لكم